موسيقى اليوم فقرة التغذية شوي مميزة عاملينها اشي مختلف عن العادة رح نحكي عن مشروع اشي كتير حلو وكتير بشجع انا يصير عنا بالاردن هلا خلال تدريسي لمادة التغذية برضو درست مادة نمو طفل اللفت انتباهي في احدى الوحدات في مشروع عمل ببريطانيا اسمه بوكستارت ايش هو هذا المشروع هو عبارة عن مشروع لتشجيع القراءة كانوا وما زالوا من عام 1992 بحضروا زي علاب كتير كبيرة او باكيجات كتير كبيرة ويحطوا فيها قصص للاطفال من عمر كتير صغير يعني من عمر من اول مين ولد البيبي ممكن خلال السنة الاولى من العمر لا سنتين وثلاثة وغيرها بحضروا هاي العلاب وبوزعوها لكل سيدات اللي عندهم اطفال او السيدات بالمستشفيات اللي بيجيبوا بيبي جديد الهدف انه احنا نشجع القراءة يعني عشان تكون هدية للام وهاي القصص اللي بتكون باشكال والوان اتشجع الام انه تقرى لطفلها فاحنا كمان اللي بدي احكيه انه احنا بنقدر نشجع اي قيم بدنا اياها عند الطفل من خلال القراءة والكتب يعني اذا حاب نحكي لالولد انه ما بفطر ممكن نختار كتب فيها عن وجبة الافطار فعشان هيك عم نحكي عم نحكي عم هذا المشروع وعشان هاد السبب احنا مستضيفين اليوم او معنا طبعا الكاتبة سوزان غاوي وبرضو كمان معنا فاي زميلتنا فاي كيفك فاي تمام تمام طارق تمام طيب فزي ما حكيت انا على هذا المشروع انا اللي كان فكرتي انه احنا ممكن نهدي قصص وكتب للولاد ونحضر يعني بوكسات ولكل ام احنا حابين نهديها دية فبدل ما نهديها يعني مثلا قطعة اواعي او اي شي تاني ممكن نهدي كتب اشي افيد يعني اشي افيد صح صح باستفيد انا في عنا كتير فوائد من الكتب صح مشروع كتير حلو وفكرة كتير حلوة بس دي اذكر انه احنا اليوم محضرين شو محضرين فيه محضرين زي ما قلتي الباكج او البوكس اللي رح نحط فيها الكتب كهدية بعدين رح نحكي كيف عملنا البوكسز وهيك بس هدول اللي عندنا الثلاث بوكسات هن البوكسات رح نحط فيهم الكتب كهدية كهدية حلوة بعد يعني ما الام جيب الولاد وهيكا طيب ومحضرين كمان هلا في عنا بحكي لكل المشاهدين اللي حابب يتصل معنا احنا عنا اول ثلاث منتصلين رح ياخدوا ثلاث جوائز احنا محضرينهم قدام عبارة عن يعني مجموعة كتب مقدمة من مركز الكتب الأردني حضرونا هاي المجموعات مشكورين ورح نقدمها لأول ثلاث متصلين معنا أول شي خلينا نحكي مع الكاتبة سوزان غابي كيفك؟ كمان الحمد لله طبعا ألفتي كتب كتير الحمد لله ومبساطة على الكتب أنا أريد أكمن كتاب وأخذتكم من كتاب حكيت مع ابني وفي واحد عجبني أرنوبة 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 تحكي لنا أول شي كيف كانت بداياتك بالكتابة وليش اخترتي مثلا أنه تكتبك قصص للأطفال؟ بداية أنا كنت معلمة ومازلت معلمة بس كنت درس اللغة العربية في المدرسة الفرنسية ومن خلال طبعا تجربتي وحياتي مع الأطفال ودراستي تخصص الأطفال كان عندي غيرة لأنه في عنا نقص في الكتب العربي في كتب إنجليزي في كتب فرنسي في كتب بلغات مختلفة ولكن اللغة العربية كانت كثير قليلة فهذا شجعني على أني أكتب وقبل ما أبدأ في الواقع أعملت كتاب تعليم لغة العربية لصف أول ابتدائي لكتاب هذا يعني فمن خلاله كان في قصص يعني من خلال الكتاب كان في قصص بتحكي عن مواضيع مختلفة هذا شجعني بعد ذلك أني أعمل قصص أطفال أملت مجموعة أساسية يعني السيد سيزان بسمعنا إتصال ونرجع ونكمل معنا نحكي ألو إميلياس هلو صباح الخير؟ صباح الورد أهلا وسهلا كيفك يا ربا؟ أهلين أهلا وسهلا كيفك أنت؟ ما نصلى عليك أنت وجوبك منوريني الصباح تانكي وتسلمي المواضيع كتير حلوة خصوصا اليوم بالنسبة للكتب للأطفال بالفعل الطفل كتير بيستفيد لما هاي المواضيع أنت بتحكوها على التلفزيون ممكن بساعد الطفل أنه مثلا يفهم بسرعة يحكي بسرعة يستمتع بالألوان يستمتع بالمواضيع والإن كمان بتستمتع مع طفلها بس حبيت أشكوركم وصلى عليك إن شاء الله دائما أحطي مواضيع حيلة بتفيدنا يوروبا شكرا لإليك هلا إميلياس أنت بما أنك أول إتصال معنا رحبت بحتي معنا أول جائزة من مركز الكتب اللي هي مجموعة الكتب إن شاء الله تستفيدي منها لأولادك شكرا لإليك شكرا لإليك يا روبا تسلم شكرا لإليك رح ديهم أدول لحفيدي شكرا لإليك شكرا لربا تسلم أهلا سهلا نكمل معيك سيد سيزان طبعا من خلال تجربتي وشغلي ودراستي حبيت أن أكتب أساس للأطفال وكان إلي أهداف طبعا وما زالت أولا من الأهداف أنه يكون الخط كبير وواضح حتى الطفل يقدر يقرأوا من صف أول ابتدائي يعني بيهمني جدا أنه يكون خطوطها واضحة وكبيرة ومحركة طبعا الشغلة الثانية والمهمة كمان أنه يكون فيها هدف تربوي أكي لأنه إحنا نوصل دائما رسالة في كل قصة من قصصي فيها هدف تربوي من خلاله كمان بين الأسطر في عندي إهداء بكتبه كمان في أول القصة بداية القصة الإهداء كمان موجه للأهل يعني في رسالة للأهل بين الأسطر أنا لما قريت قصة أرنوبا انتبهت للإهداء إشي لتسجيع أنه هي قصتها أنه لما ما نترك الكبار لحالهم بالضبط ونهتم بتغذيتهم بالضبط يعني الجملة اللي حكتيها كتير كانت حلوة بعرفش إذا كمان شوي ممكن نقراها ونشوفها كانت كتير حلوة أوكي فمن خلال هذا الحكي طبعا بهمني أنه القصة توصل لكل الأطفال يعني فبعملها بطريقة واضحة ورسومات حلوة يعني بسيطة يعني خلوة فالسلسلة الأولى كانت تتكون من تسع عنوين فؤاد الهداف وبابا نويل ولارة الفارة قصص حلوة كتير وهذه بي؟ حلال وأرنوبا روضتي عنده طبيب الأسنان وشكرا لك أيها الطبيب بيطري ومصنع العلب يعني كل واحدة في إلها رسالة إلها رسالة هادفة أوكي معنا اتصال خلينا ناخد أنديريا من عمان هلو صباح الخير صباح الورد أهلا كيف أهلا وسهلا والله أنا عجبتني الفكرة كتير يعني لأنه بتعرفي في ظل ثورة تكنولوجية والإنترنت هاي الناس أبعدت شوية عن المطالع والقراءة وخصوصا للأطفال يعني أكيد فحبت هذه الفكرة كتير يعني وإن شاء الله تكون الكتب قيمة ويستفيدوا منها الكل يعني أكيد إحنا منشجع القراءة أنديريا أنت كنت طبعا المتصلة الثانية فرح تربحي معنا الجائزة الثانية المقدمة من مركز الكتب مجموعة كتب لإلك تسلمي شكرا إليك أهلا وسهلا أهلا شكرا أوكي فاي هلأ إحنا حكينا هدفنا أن الكتب نهديها نعم بعدين ربا بدي أقول أن الكتب مرات بتوصل المسج كتير أسرع من ما مثلا الأم لما تحكي لأبنها مثلا ما تعمل هيك بس لما يقرأ الولد بالكتاب أو تقرأ له أمه القصة كتير بصير أسهل يرد عليها أو مثلا أنا بدي أعمل زي هذا الولد أو بدي أعمل زي هديك القصة فالمسج بتوصل أسرع هلأ أنا عندي ابن أنا لأنه ما بعرف يمكن من خلال تدريسي للمادة حسيت أنه في فرق فلما بديت أقراله كنت أقراله يعني من عمر كتير صغير يتحقوا علي أنه شو سبعت الشهر ما بفهم فيه قصص حلوة فهلأ حسيت النتائج يعني هو لمسار يعني سنة الماضية كان يروح على زي بريسكول الحضانة فتيجي المعلمة تقول لي أنه أنتي بتدرسي أولاد ابنك بالبيت؟ أقول لها لا ما بدرسه سبقراله قصص فتحسي أدي يعني نشكر الله أنه يعني تعبي ما راح وإن شاء الله عشان هيك بتمنى أنه من هاي الحلقة أنه إحنا نشجع يعني حتى للي ما بفطر ابنه للي ما بعرف خضرة وفواكف فيه أولاد ما بعرفوا شو البتنجان شو بالقصص بتلاقيهم لا بدي من هاي بدي من هاي بدي أجرب هاي بدي أجرب هاي طيب شو حضرتنا فيه أول إشي نحكي على أول بوكس خلي نحكي على هاي البوكس بس فيه في اتصال خلينا ناخد الاتصال ونرجع معنا إيمي يوسف هلو هلو مرحبا يفركم العافية الله يعافيكي أهلا أولا حابة أنا كتير أشكركم على هذا البرنامج كتير من الحلول وهالحادث يعني ثاني أنا أهم إشي الكتب بحياة الطفل من هو صغرى من علمه التدريس يعني هيك كيف يتعلم كيف يتوصل الفكرة عن طريق الكتب والرسمات المصورة أنا عمزة تشكركم كل قلبي يعني هذا البرنامج كالله يعطيكم ألف عافية شكرا أم يوسف أنت المتصلة الثالثة وربحتي معنا ثالث جائزة مجموعة كتب من مركز الكتب شكرا ليلا شكرا لكم شكرا لطبكم أهلا وسهلا أو كيفي نرجع عليك رحنا نحكي عن هاي البوكس منقدر يعني كان هدي كهدية مش شرط نشت البوكس منقدر أي بوكس عنا مثلا جبنا أجعنا فيها هدية حتى هلا رح نشوف البوكس الكرتون اللي منقدر إحنا نعملها ريسايكلينغ ونحط عليها إشياء وطلع شكلة حلو ونقدمها برضو كهدية هاي أنا زينتها بشبر طبعا هيك بالطول وأسقصت من ورقة هدية آه ورقة هدايا آه ورقة هدايا آه ورقة هدايا أسقصت المربعات ولزقت عليها منقدر نلزقها يا بالسليكون يا بأي جلوة عادي موجود الغير الأبيض وحطيت هاي البب المريالة المريالة وحطناها هيك بشكل فيونكا وحطيتها برضو كهدية حلوة إذا عنا بيبي جول جانا بنيوتة ومنحط له هيك قصص حلوين جوا البوكس فبطلع شكلها برضو حلو وهدية زي ما قلنا مفيدة ومنشجع فيها الأم تقرأ لبنتها أو لابنها من عمر صغير برضو كتير حلوة الفكرة في يعني عجبتني يعني وإحنا هذا هدفنا إنه إحنا ما نهدي بس أواعي أو ما نهدي بس الألعاب الألعاب إلها هادفة برضو نهدي كتب صحيح بأسأل عن الكتب بتخاطب أي عمر من الأطفال الكتب الموجودة أصدقك أو الكتب بشكل عام أو الكتب الموجودة أوكي هلا من جاوبك وبجاوبك كمان الكاتبة سوزان شكرا إليك كثيرا أهلا وسهلا أهلا شكرا لتصالك أوكي هلا أنا خطرت عدة كتب من عدة أعمار في عنا كتب أنا مختارة كتب هلا شوي لتخص التغذية أحكي عنها كتبك تفرجت عليها كتير حلوة تحكي لنا الأعمار ويعني كيف أنت بتخاطب أي أعمار بالزبط هي السلسلة الأولى اللي شفناها قبل شوي بتخاطب يعني قبل ما نحكي على مخاطبة الأعمار أنا فيها عندي حبيت شغلة أضيفة اللي هي أنا عندي قناعة أن الطفل منه في بطن إمه مفروض نقرأ له قصص شغلة ثانية أن الطفل القصة يعني ممكن تخدم الطفل بكل أعماره يعني إذا أنا أخدت حيالي قصة من قصصي هاي نقرأها للطفل لعمره سنة هو طبعا ما رح يفهم الكلمات باللغة الفصحة المكتوبة لو كذلك نحكي له إياها حكي هو بيشوف القصة بيفهمها بين خلال الصور بقدر يسردها للقصة فأنت هيك خدمتي لما يكبر شوي بصير صف تاني أو ثالث أو صف أول نحكي بصير هو يقرأها لما يقرأ القصة هون إحدى صار فيه عندنا فايدة تانية أنه اعتمد على حاله وقرأ القصة بعد هيك طبعا بصير عندنا مرحلة الأعلى شوي اللي يصير يحلل القصة الطفل يحللها من عناصرها يعني القصة ما إلها عمر محدد يعني ما نقول إنها مكتوب عليها بس ثلاث سنين يعني بس لثلاث سنين نعم نقدر نستعملها طبعا نقدر نستعملها لأكثر من عمر فأنا بداية السلسرة أقولها هي بسيطة فممكن نقرأها من الروضة وقبل الروضة يعني سنتين أو قبل المجموعة الثانية هي شوي أعلى مستوى لأنها فيها كلمات مفردات عربية شوي أصعب يعني بتحكي عن الأصوات بتحكي عن صغار الحيوانات بتحكي عن الأزواج يعني الذكر والأنثى بتحكي عن مواضيع مختلفة مصطلحات يعني ممكن أكبر لعمر طبعا مواضيع هلأ مثلا لو زي قصة إحدى الغرباء ما فيها يعني هالمصطلحات الكبيرة موضوع مهم أنه لازم نوعي أطفالنا إنه مش مع مينما كانت تروحوا صح هذا كتير حير كمان موضوع فهذه القصة يعني حتى لو حكيناها لأبن الروضة رح يفهمها ما فيها مشكلة يعني هلأ ممكن بعض المفردات تكون صعبة فدور اللي عم يقرأ الأوم أو المعلمة أو يبسط لي إياها أوكي معنا اتصال ومنرجع لك سيد سيزان نحكي ألو أبو نورس السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بحكة أبو نورس من درش من درش أهلا وسهلا أنا بيكي سيد بدي أسفر الأنسة في منسل الطلاب الصف الأول والثاني والثالث فنكون معلومات تكون ضعيفة بالدراسة فنكون نشلوق المتغذي لو المنهاج تباحهم إذا نقول قصص هاي كيف الطريقة الإجراء اللي يقدر نعلمهم فيها أوكي شكرا لإلك إذا في مجال أهلا بتجابك الكاتب وإحنا كمان نناقش الموضوع شكرا لإلك شكرا مشاركتك هو عم بيسأل لصف أول كيف ممكن إنه نساعده نساعده في التعليم طبعا أهم إشي إنه نحبب الطفل في التعليم يعني يكون إشي بيحبه رغبة يعني مش إنه غصبا عنه فإذا كان في عنده أوقات محددة مثلا نرجع من المدرسة تعبان ما نبادر فورا في إنه هلأ من الأوقات نقرأ وندرس نعطيه شوية مجال للراحة نقسم له وقته نحببه في الكتاب اللي يقرأه القصص بتساعد كثير على حب القراءة لأنه إذا جينا نأخذ الكتاب بس من هاج المدرسة إنه يلا بنا ندرس وعننا امتحان بكرة ومش بهذه الطريقة يعني رح يكون حابب صحيح فبنا نحببه في القراءة وأهمية التعليم نفسر له إياها إنه هذه رح تخدمك في المستقبل سلاحك للمستقبل الأسلوب كثير مهم إنه ما نضغط عليه طبعا التسهيلات هلأ بالنسبة للتعليم اللغة العربية يعني ما بعرف بس أنا طريقتي يعني كانت إنه زي ما حكيت إنه كنت عامل كتاب يعني فمن خلال الدرس نفسه يعني ناخد الكلمة نفسها اللي بيتعلمها الطفل نقرأ إياها تحليل للكلمة الأحرف نعلمه الخط شوي شوي يعني بده بدها ممارسة بدها تمهيد لها الموضوع ترجمة نانسي قنقر